في مستوى ثاني كيف نقسم الهوية؟ هل هي هوية واحدة؟ علينا أن نعترف أولا أن الهوية بالمعنى العام عندي ثلاثة هوية شخصية اللي هي بتقترف بتاعك اسمك ونقب بتاعك اسممك ونقب كالولادة ونسلسوي وهي السمات الشخصية التي تتعلق وتخص الفرد دون سواء عندي هوية أخرى النجم نقول عليها هوية جماعية ولا هوية ثقافية وهي مبدأ الانتماء الذي يتعلق بالمجموعة ولكن هذه المجموعة يتشارك أفرادها في الانتماء لهذه الهوية التي سميناها بهوية ثقافية بالمعنى الأنتروبولوجي وإلا هوية جماعية بالمعنى السوسيولوجي هذه ثم دونك ولدت عندي هوية شخصية تخص شخص واحد هوية ثقافية تخص المجموعة وسميناها هوية جماعية وعندي هوية ثالثة هي هوية إنسانية ما هو المقصود بالهوية الإنسانية؟ في درس الإنية والغيرية في درس الإنية والغيرية انطلقنا من السؤال عن الإنسان قلنا ونحن نعرف الإنساني قلنا عن هذا الإنساني هو مجموعة السمات الإنسانية المشتركة التي تجمع بين البشر فتوحدوا بينهم الهوية الإنسانية تتلزل في هذا الإطار الهوية الإنسانية هي هوية كونية معناها نجم نقول على الهوية الإنسانية هي هوية إنسانية ولا هوية كونية باعتبار أن السمات المشتركة الموجودة عند فرد كائن إنساني واحد هي ذاتها مجموعة عند كل الكائنات الإنسانية لو نحوصل الأمر ولي عندي هوية شخصية أولا ونقصد بها ملامح الشخص كما يتحدد مما نفسه ويختلف عن غيره هوية جماعية ونقصد بها هوية المجموعة في إطار أنتروبولوجي تولي هوية ثقافية وتعني مجموعة الخصائص التي تتعلق بمجموعة وتميزها عن مجموعة أخرى هوية إنسانية ونقصد بها السمات الإنسانية المشتركة التي تتعمم على كل أفراد المجموعة البشري في نقطة ثالثة ونحن نتمسك بالهوية ما الذي يدعونا إلى التمسك بها ما هذا الذي يمكن أن يدفعنا إلى أن نتمسك بالهوية وأن نتعلق بها الهوية جاية من كلمة شفناها زادة في الإنية والغيرية هو هو معنى مطابقة الشيء لذاته وكأن الإنسان إما أن يطابق ذاتها من جهة أنه فرد شفناها في الإنية وإما أن يطابق المجموعة التي ينتمي إليها وتوليهنية هوية ثقافية ولا هوية جماعية السؤال هو الذي يجب أن ننطلق منه هو الهوية ما الذي يدفع ما هي الدواعي التي تدفع إلى طلبية الهوية والتمسك بها ما يدفع إلى طلب الهوية هو ما يمكن أن تحمله الهوية من قيمة سواء كانت هذه القيمة نارثها أو يتم الترويج لها كل هوية تقدم نفسها تعرض نفسها على أنها أكثر الهويات قيمة ونفس الأمر تقريبا نجدها في كل هوية ففي الدين الإسلامي مثلاً عند المسلمين يحدثنا الرسول يقول لنا كنتم خير أمة نخرجت للناس عند المسيحيين يصبح المسيحيون هم أبناء الله وعند اليهود هم الشعب المختار لاحظ أن كل هوية من حيث ما هو ديني تدفع إلى التمسك بالهوية نقطة نذكر بها فحسب وهي الهوية الهوية تجب أن تكون هوية عرقية تجب أن تكون هوية دينية تجب أن تكون هوية حضرية تجب أن تكون هوية ثقفية وتجب أن تكون هوية وطنية بالمعنى الوطني هذا في إطار المجموعات بطبيعة وقلنا تجب أن تكون هوية إنسانية بالمعنى الإنساني الكون نعود الهوية بإمكانها أن تتحدد داخل المجال الأنتروبولوجي على أنها هوية دينية يعني منطلقها الدين هوية عرقية منطلقها العرق اللغة التي يتكلمونها أو العرق الذي ينتسبون إليه وينسبون إليه هوية حضرية بمعنى الحضارة التاريخية التي تنسب إليها الشعوب هوية الثقافية في معنى الثقافة التي ننتم إليها وتحدد مجموعة سلوكاتنا كنمط وأسلوبنا الحياة وهوية وطنية في معنى أن الرقع الجغرافية والانتماء السياسي للوطن هو الذي بإمكانه أن يحدد هذه الهوية قلنا أن السؤال الحقيقي هو هذا ما هي قيمة الهوية حتى يقع الدعوة إلى التمسك بها والتعلق بها ما هي مقاوماتها التي تقوم عليه يمكن أن تتحدد كقيمة أولى من حيث تعزيز الشعور بالتميز وتفر وقلنا عن ذلك أن كل هوية تدعي أو تحسب أنها هوية متفردة عن غيرها بل أكثر من ذلك أنه لا يضاهيها في تفروجها أحد في معنى آخر تساعد الهوية على تعيين الموقع الذي تحتل أن أعرف من أكون مثل ما يحدث هنا بذلك تايلار هو أن أعرف الموقع الذي أحتله نكتبها أن أعرف تايلار أن أعرف من أكون هو أن أعرف الموقع الذي أحتله تايلار أن أعرف من أكون هو أن أعرف الموقع الذي أحتله وفي ذلك ما يعين الموقع الذي تحتله الذات تساعد الهوية أيضا على بناء الشخصية الفردي لماذا؟ لأن هوية الأفراد لها مصدر ومرجع تستلهم منه الذات ملامح شخصيتها هذا المصدر هي الهوية بالمعنى الثقافي أو بالمعنى الحضاري يساعد أيضا على التعلق بالهوية ما يمكن أن يشعر به الأفراد من دعم وإحساس بالقوة والتفوق ويمكن أن نعطيه حجة مثل ما يسمي ذلك علماء رياضيات بالبرهام بالخلف شو معناها؟ معناها ماذا لمن فقد واحد في قد الهوية متاعه أو كان غريبا عنه بماذا سيشعر؟ لا يشعر إلا بالتيه والضياع عليه نخذ من عماننا بالمهجر مثلا الشعور بالانتماء للهوية يكون ضعيفا عليه لأنه لم يستطع أن يتحول إلى كائن ينتمي للبلد الذي يقيم فيه الذي تولد فيه حتى وإن كان حاملا لجنسيتي أكثر من هذا أن أصحاب والقوم الذين ينتمون لهذا البلد لا ينظرون إليه باعتباره يشبههم بل باعتباره دخيل عنه دونك هو فقد الانتماء لتلك المجموعة التي يعتقد أنه ينتسب إليه في الجهة الأخرى وقت جي عنا نحن على أساس أنه مفرضا هو من عماننا بالخارج ومن عماننا بالمهجر المهاجرين متاعنا يعيش غاديك وصاعات يروحوني دونك أشي يشوف نحن بيننا لا نراه ينتمي إلينا بل نراه ينتمي إلى غيرنا في الأخير الاستنتاج هو وشنوه لم يستطع أن يشبه القوم الذين يعيشوا معه ولم يستطع أن يشبه القوم الذين ينحدروا منهم ففقد الاثنين معا بهالمعنى هذا يحدثنا كلود ليفستروس في كتابه العرق والتاريخ حينما يعتبر أن من فقد هويته قد فقد الانتمال هويتين معا تمثل الهوية أيضا نمط عيش وأسلوب حياة لأن الهوية لا تكتفي بأن تكون هوية وإنما تعلمنا السلوكات التي يجب أن نسلكها ونظام العيش الذي يجب أن نمارسه ونصنه لأنفسنا باعتبار أن الجميع يتشابهون في ذلك مبدأ المماثلة التي تحرس الهوية على تحقيقه يتحقق من خلال ماذا؟ ما يمكن أن نلحظه من خلال التعاون والتضامن داخل الجماعات أو الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة واحدة فيتماثلون فيما بينهم وفي ذلك ما يدفعهم إلى التعاون والتضامن فيما بينهم في الأخير تساعد الهوية على بناء المواقف وإصدار الأحكام معنى ذلك أن الأحكام والمواقف التي نصدرها أو نتبناها أو نحملها لا تعود إلى ذواتنا لا تعود كما تحدثنا بذلك الفلسفات إلى طريقة في التفكير نمارسها بل غالبا ما تتحدد بانتماءاتنا الحجة في ذلك لا أتحدثني على المواقف المعرفية وإنما أتحدث على المواقف والتصورات الاجتماعية التي ننتمي إليه الشخص اللي يفطر في رمضان نعطيك مثال بسيط هو يفطر في رمضان فعل أما في رمضان وهو فاطر يشق في الفطر مع وقت جماع الصيمي هذا يعني ماذا؟ يعني الأحكام اللي عنا ومنزلتنا على رواحنا يزمها تشابها الآخرين تشبه الآخرين الذين ننتمي إليه لحواجه أن نحتفظوا بها إذن فهالجزء الثالث من البحث في الهوية هي الآتي الهوية عندها مجموعة من المقاومات المقاومات هذه تعود على علاقة الذات بنفسها أنا في علاقتي بروحي وأنا في علاقتي بالمجموعة أنا في علاقتي بروحي هذا يساعد على بناء مواقف وصدار الأحكام؟ هالمواقف الأحكام ليست أحكام فردية وإنما هي أحكام تنطلق من تصور جماعي أنا في علاقتي بروحي أيضا هناك بناء للشخصية الفردية تستلهمها الفرد تستلهمها الشخصية من روح المجموعة من مصدر من الهوية كمصدر ننتمي إليه في علاقتنا بالآخرين هناك أسلوب وحد للعيش هناك نمط حياة واحد يتشارك فيه أفراد المجموعة الواحدة في علاقتي بالمجموعة أيضا هناك هذا التعاون والتضامن الذي يتحقق بين الأفراد كلما شابهوا أنفسهم ترجمة نانسي قنقر